بسم الآيب والإبن والروح القدس إله واحد أمين تحل علينا نعمة وبركتهم حبتهم الآن ولدهر الظهرين أمين إزايكم وكل سنة وانتوا طيبين باركة عظيمة جدا أن ربنا بيدينا هذه الفرصة المقدسة لزيارة والتواجد في هذه الكنيسة المقدسة السنة هي لبسة لبسة زي الجديد السنة التي فتت كان مجدودة الحمد لله يعني نشكر الله خلصت ونورت ونورت بيكم طبعا يا أبا الكهنة المباركة نعم أصلا رجل غلبان ما ليش في الحاجات أعرف أقود على الزلطة وطلمل والدبش وكذا لكن الحاجات النعمة دي لا بتاعة الخواجات أنا ليش دعوة بيها فرحان فعلا أنا بيأتي هنا وبأخذ بركة وطبعا يعني من الصعيد لميرا مورجو سكيروباترا ده ايه ده ده ايه الهنة اللي أنا فيه ده أيوا دي ما دي وخدوا برككم دي بحطها برشور لي علشان يعني يجبلوني في الأماكن التانية أننا يعني بفرح أننا بحب أباء هذه الجنيسة المقدسة وخدمتهم الجميلة اللي بتوصل لعندنا بتيجي بلدنا يعني مش هذكر أسماء أباء لكن الأباء كلهم بركة الحاجية سواء اللي سدين هنا أو اللي بيديوا فرصة للآخرين أنهم يقدموا في بلدنا وسط النجوع والقرى ويعمل لنا مؤتمرات ولقاءات جميلة جدا جدا مع الشباب ومع الكبار ومع الصغيرين وأفكار جديدة وفكر متجدد الحقيقة خدام وخدمات من هذه الكنيسة رائعين جدا الحقيقة يعني أنا ممنون جدا وشاكر جدا لمسيحنا القدوس وحبيبنا الغالي ماري ماركوس الإنجيلي وطعا ربنا يدينه الصحة وطلط العمر سيدنا البابا أنبت ودروس الثاني وأباء هذه الكنيسة المقدسة وبركة العدرة هتكون معاهم وتحوط عليهم كلهم وتحرصهم في خدمتهم وفي ذهابهم وإيابهم مرة مجموعة جات عندنا من عندكم ورحوا قرية من القرى وعائلتين واجعوا بعض ضرب نار ساعة ونص ضرب نار هم يعني يجاعدين في البيت محبوسين وليس جادون يتحر لكم يعني فيعني ليس بخوفكم لكن أريد أن أقول لكم الدنيا ليس سهلة ولا سلسة لكن هم لم يقصروا أبدا ورجعوا هم هم جم مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة وربنا يبرككم ويعود تعبهم هذه بركة عظيمة جدا 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 الموضوع حسب ما أنا عرفت السعلب الصغيرة والسعلب النهاردة سعلب مكار اسمه سعلب الكرامة الكرامة الشخصية والكرامة بتاعتنا اللي كتير ما بتبقى عائق لدخولنا للفردوس سعلب مكار لأنه في الأمثال يقول إنسان بلا كرامة زي الحيوان طب أنا بدور على كرامة نفسي وهنا يقول لك اللي ليه كرامة بزيادة ممكن ميروحش السماء يعني يبلي كرامة ولا ما يبليش كرامة ده سؤال أنا عايز أحطه أحط تحت منه كم خط وأسأل ينفع الكلام ولا ما ينفعش الحجيجة لا تضارب إطلاقا بين الكرامة وبين أولاد الله أنا شخصيا عشان أقدر أميز بين الاتنين كرامة الكنيسة المقدسة والأسرار المقدسة لا أسامح فيها ولا أقبلها ومن يمسها أجف وشه بكل قوة دي كرامة دي الكنيسة والوضع بتاعي إن كنت أنا مطران ولا أسقف ولا رجل دين لا أقبل مساومة أنا رايح جاي وماشي وبتحر لك وبتكلم فأنا هذه كرامة مصونة لكن واحد شتامنا أنا قال أنت أما تزعج عمال على بطال كده عملنا زي الجعجع ولا مش عارف عملنا إيه ولا أنت بخيل ولا أنت ما بتهتمش بالغلابة ولا يقول اللي يقوله دي دي ده أمر شخصي يوم ما أجف وأصدر فيه آه لا أنا دخلت غلط ما دي هتحرم من تطويب لربنا يسوع المسيح الدهوني طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شارلك يزيبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في ملكوت السماوات عشان كده لازم نفرلج بين مفهوم الكرامة كإنسان وكذات حتى لا يتمادى الآخر في الخطأ والخطيئة وبين الكرامة الشخصية الذاتية بتاعتنا عشان كده مسيحنا جلنا في متة عشرة تسعة وتلاتين من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجده من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها الكرامة الشخصية لما تزيد هتحطني في وضع سيء جدا فأعمال الرسل لم يتكلم عن البار في عيني نفسه وعظيما في عيني نفسه وفي عيني الناس وحكيما في عيني نفسه ودي مصيبة الحكيم في عيني نفسه وأنه ما بيغلطش ده كثير الغلط وكثير التجريح في الآخرين وقل لما إنسان حكيم في عيني نفسه يروح السماء لأنه حكيم في عيني نفسه كل ما يفعل أنا صح أنا أنا ما بيغلطش يا عم اللي ما بيغلطش هو واحد بس هو المسيح إلهنا بس هو ده اللي ما بيغلطش لكن لو كانت الإنسان حياتي يوم واحد على الأرض بيعمل خطية لا ده الإنسان اللي ما عرفش يقول أنا متأسف أنا غلطان ما عرفش ودي بتنعاكس علينا في بيوتنا الست اللي ما بتغلطش أبدا واللاج اللي ما بيغلطش أبدا لأنهم حكماء في أعين أنفسهم تعالوا نفسص شوية الكلام لاحسن الأنا والصح أعتقد كان فبيفكر فيها سطنئيل سطنئيل جال في نفسه إيه يعني الدنيا مرتاحة وأرفع كرسي وأجعله زي كرسي الله يا عمي رايح فين بتفكر إزاي السكانة حكيما في عيني نفسه فسقط وسقط سقوط مدوي ونفس الفكرة لما مراتك حوى تروح للحية وتسيب ربنا طب ما سأل عليها وإلى روحت فين وجيت منين أنت حكيت إيه وقلت إيه لا ده هي بتروح تحكي وترجع تحكي له هو وهو شاطر سمع كلامها ودينا اللي احنا فيه أدينا فيه عشان هي كانت حكيمة في عيني نفسها وآدم عمل نفسه حكيم في عيني نفسه وسقط سقوط مدوي لولا محبة إلهنا القدوس وخلاصه العجيب ما كان لنا أن نعود مطلة أخرى إلى الفردوس كرامة الشخصية اللي جيها في المديح اللي بيحبه المديح واحد يحب يسمع مديحه بنفسه وبمبسوط وساكن واحد ثاني يحب المديح وعيد الناس يزود عيد الآخرين يزود الأولان كان كويس إنهم مدحوني حاجة كويسة مش غلط ومش خطية يعني إنك تتمدح من الآخرين يعني ده ما يعبكش لكن عايز المزيد من يمدح فليمدح هو مين الرب المديح الحقيقي من السماء مش من الأرض المديح الحقيقي لمجد الله مش لمجد نفسك لكن واحد يطلب المزيد عايز يستزيد أكتر وأكتر وناس كثيرة تمدحوا ويبه هو مبسوط واحد ثالث وهنا الكرامة الشخصية الكرامة المستخبية عادي الناس يمدح وإسعام نفسه يعني جال زعلان الناس يمدح يعني يمدحوا فيها شوية وأنا همسلكم أقول لكم أننا زعلان ومي الصحش وصلنا إنسان خاطي وصلنا 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 واحد ثاني يشتهي المديح ويظل صامتا كرامة بتاعته تنجح عليه بس إيه مش مبسوط الناس إيه مش بتمدحوا مستني الناس اللي تمدحوا أو واحد يجوم يعمل أعمال صالحة عشان الناس تمدحوا ما الإنجيل جال يعني يعمل الناس بتخش وترمي تدي عطايا وصوت النحاس يشخل ولا صوت الفضة بس قد استوفوا أجره 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 عادي الناس يمدحوا يشوفوا أنه يعمل خير رجل الخير فلان فلان وإلا لما واحد يكتب تبرل نكتب باسم مين فعل خير نعم فعل خير أنت أنت فعل خير في ربنا وانت فعل خير في ربنا يا رجل الخاطئ ومسكين للمغفرة يا رجل يقول إنسان غير مستحق فعل خير بنكتب فعل خير لربنا يا عم منتش فعل خير منك الجميع ومن يدك أعطيناك بس الكرامة الشخصية عايدة يعني ويا ريت لو يقدر ينوه على نفسه فيه نوع تاني أصعب من الكل ولا نوع ثالث يحب المديح ويشتهيه ولكن ينتظره حتى يأتي ويتخيل أسباب كثيرة داخله لازم أتمدح الستة تقول لازم أتمدح والراجل يقول لما أنا لازم أتمدح أنا كمان لازم نتمدح يا عم نتمدح بس يا عم نتمدح اطلب من ربنا المديح أطلب أن ربنا هو اللي يمدحك ولو ما تمدح شي يكره الآخرين يدايك ويحزن ويعديهم لأنهم ما مدحوش أو يعني ما دلوش المديح اللائق في صوميل 17 قصة كلكم حفظين هصم واحد بيعير شعب الله جاء ولا صغير يفتقد إخواته لجي دا بيعير شعب الله فجال لا كيف يعير شعب الله الحي أنا جدلت الدب والأسد وخلصت الحمل بتاعي من بوجهم وحفظني الرم أنا هروح موت الراجل دا يا عم مش هتقدر وشاو الجل مش هتقدر طب يلبس اللبس مش جادر مش جادر يمشي بإيه خد الخمس زلطات الملساء بتوعه والعصايا والمقلع ورح ناك بص عليه أنت أو أنا كلب أما جاييني بعصايا اليوم حبس أرب نفسك في يدي أنا هموتك وقطع راسك دا لسه ما عملش حاجة دا وده اي دا وحط الزلطة ولا الحجر واضح أنه كان حجر مسام لي السن كده ولف اللف وهب استقر للحجر في جبه الجوليات وطلع جاري بيقول الإنجيل ولم يكن يوجد مع داوو سيفا فالسلة السيف بتاع جوليات وقطع راسه وفرحه والدنيا هللت وخرج شعب إسرائيل جيش إسرائيل وراء الفلسطينيين فدر عمل مقتلة عظيمة ونهبوا كل المحلة بتاعت الفلسطينيين مربعين يوم يعير شعب الله دا ايه دا كويس هتفت النساء قتل شاول ألوفه كله من تحت رأسه الراجل ما عملش حجبا كل اللي عمله داوود انه حارب حروب الرب كل اللي عمله داوود انه غار غيرة رب الجنون وانت يا شاول ياللي ممسوح ملك مش تفرح ان واحد من عيالك طلع وعمل كده ووضع شاول في قلبه ان يقتل داوود لان النسوة اعطوا الرابوات لداوود والالوف لشاول الرابوة عشر تلاف عشان نبقى واخدين بالنا يا عمى عمالية الراجل معاه يا عمى دا لما كان بيبغى تاكد الوحر لدي بيجي يعزفلك على العود ويخليك رايج ويخليك زي الفل لكن الكرامة الشخصية وهو ملك اسرائيل وده واحد من رعاية لانه ما تمدحش المديح اللازم فاعتبر ان داوود النبي عدو له ولكلكم عارفين في صوميل وفي ملوك وماشى وراه ان لا يموتوا على ما انخرجت يا سيد الملك لما مسك لما داوود لجيه في الكه واخد الكوز من عنده وقطع حتة من الجبة وطلع من الناحية التانية ونده يا سيد الملك على ما انخرجت على كلب ميت ايه داوود دا معجولة انت بهذا الاتضاع تحبش كرامة دا انت جتلت جليال دا انت جتلت متين واحد من الفلسطينيين عشان تتجوز بنت شاو دا انت دا انت دا ابدا انا كلب ميت انا برغوت على ما انخرجت يا سيد الملك يقول له اه هذا صوتك يا ابني داوود ياه انت قبر مني يا ابني من يجد عدوه ولا يقتله فداود عايز يقول له ما انتش عدوي يا سيد الملك دا انت الملك بتاعي دا انت مسيح الرب انت اللي الدنيا غارت جواك انت اللي الكرامة بتاعتك نجحت عليك عمال على بطال انت ملك لتخدم شعب اسرائيل لا لتقتل واحد من اللي بيحرب حروب الراب من يفقد رؤيته يختلي توازنه والميزان بتاعه يبتدي يدور على نفسه وعلى ذاته والكرامة بتاعته يا ترى كم واحد كرهناهم عشان ما مدحناش عملوش حاجة غلط ما عملوش حاجة غلط اطلاقا ايه الغلط اللي عملوه ما عملوش حاجة غلط نات كتيرة زوجتك عملت لك ايه غلط لما تبقى غيران منها والكرامة بتاعتك ناكحة عليك عشان هي بتعرف تاخد قرار صح ما خليها امين 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 ولا انتي لما جوزك يعمل حاجة كويزة جدا ومميزة جدا خليك فرحانة مش حاسة بصغر نفسه يا اخوتي كثيرا ما كرامتنا الشخصية ياه تب سبب خراب بيوتنا اصلا ما قدرتنيش لما عملت كذا وهو انا تعبت كثير وليل ونهار ومع العيال وهو ما عملش والشريك يا ما شهورك بيختلفوا مع بعض عشان الكرامة الشخصية اصلا راح اتفق من ورايا اصلا ما جليش اصلا ما عدليش اصلا ما وقعتش معا ده انا احكي حكاة ولو انه على هوا لايف جاء عندي فرح من بلد مش من الابرشية بتاعتي وابونا ما يعرفش اهل العريس معانا خلوا طرف من الاتنين من العريس والعروسة قالوا لي ممكن تكلل عشان كان فيه تار عندنا في الصعيد يعني تهلا وسهلا يجوا مرحب بيهم واللاجل مضى مندوب العروسة مين مندوب العريس المفروض ابوه ابوه ما كانش موجود بين حد دخل وابونا مضى فلما جاء فلما جاء ابو العروس ليجي حد مضى مكانه والفرح ما يتمش كنا خدنا يا عمي طبعا انا كنت في المطرانية بعتولي ايه الحاج يا سيدنا ده نجا في الكنيسة تكسر الخناجة خناجة تسحبت ازاي واحد يمضي مكان واحد يا عمي انت الكرامة باجا الكرامة الشخصية يا ابني هذا الفرح بتاعك والود ولدك والبت بيتك وفين خليت قلت لابونا يمضي من تحت تاني وكتبت كده التوقيع الاول جنب اسمه هو عشان يعني يا ربنا يهديه وعمله الكليل بس حلمت بعد كده مدخل حد يجي عندي تاني فيه ايه الكرامة الشخصية تخرب البيوت وتدمر الافراح وتخلينا مش شايفين قدامنا ما دي السعالب الصغيرة اللي بتعطل تقدمنا للابدية ويوعد جول انا الحمد لله ماليش في الحكاية دي وانتي ستي لا دور وافحص جواك ان كان هذا السعلب موجود جواك حاول بنعمة ربنا تقدر تتغلب عليه لماذا يا ابن النور اللي بنور من عندك هذا قط النور وسجل زي ما انت عايز واحد تاني اسوأ يشتهي المديح ويسل بسماعه ويكره من لا يمدحه لكن يزود انه يمدح نفسه يتكلم عن اعمال فاضلة هو عملها عملت وعملت 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 غير حقيقية انهم عملوا مشاكل في الشغل بس هو بحكمته ويعني بمعرفته جدر يتغلب عليها والحمد لله لغاية ما الصرح دات عمل ولا المشروع دات عمل ولا البرنامج دات نفذ يا عم بتعمل ايه يا عم بتعمل ايه فين مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة يا عم بتفضح الناس حتى لو كان البعض تسبب بقصد او بدون قصد فيه غلط او فيه خطأ وانت لحكته او غيرك لحجه لماذا تنسبه الى نفسك ده كلام صعب صعب جدا جدا فيه كثيرين يعملوا كده للأسف الشديد يبه هم يفرحوا بالمسرة ويمدحوا نفسيهم ويتكلموا عن اعمال فاضلة يعملوها ويستبعدوا الاخرين من اي عمل جماعي بل يتقولوا عليهم اقوال غير مضبوطة ويقولوا احنا لولا احنا كانت الدنيا ولعت لولا احنا كانت الرحلة فشلت لولا احنا كان المشروع اتعطل لولا انا كان وكان 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 عجبني جدا الله يرحمه الدكتور احمد زويل لما جاوا عمله معا لقاء في التليفزيون وقالوا له انت اخترعته وقلت وي 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 قال له استنوا 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 انا اول ما رحت كنت بكفل على الحاجة بتاعتي جوا 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 الدلاب بتاعي لكن فمارلا نسيتي الدلاب بتاعي مفتوح والصفحة بتاعتي مفتوحة لمسألة أنا مش عارف أحلها دخل أستاذ بعد مني بص الجين عطلان رحل لي المشكلة وكتب له أنا فلان الفلاني لو أنت عايز أي إضافة يعني أنا أساعدك فيها يعني قال كانت مشكلة عويصة أنا مش جادر أتخطاها وعنها كان آخر مرلة أكفل الدلاب بتاعي وبدأت أشتغل أنا ومجموعة والنجاح بتاعي ده مش بتاع الوحدي أنا والمجموعة اللي شغالة معايا مش أنا بس المجموعة اللي شغالة معايا وأنا كنت بقود هذه المجموعة لكن الحقيقة هم يمكن فيه ناس سعبة أكتر مني إيه ده؟ ادي الكرامة للآخرين ادي لهم الوضع بتاحهم الطبيعي وانت بتشتغل ده شيء جميل وشيء حلو الاعتراف أن الآخرين تعبوا معاك ده لا يقلل أبدا من مجهودك في الخدمة الخدام هم اللي شغالين أيوة فيه ليدر للخدام جميل جدا لكن هم اللي بيعملوا هم اللي بيروحوا هم اللي بيتعبوا هم 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 لا تعطي الكرامة لنفسك لا في خدمة ولا في عمل ولا في شركة ولا في مشروع وخصوصا لو عمل جماعي وهم تعبنين وهم شجينين وهم بيشتغلوا في الليل وفي النهار معاك هروبك من محبة المديح والكرامة ومحبة اللقاثة حطها ببالك أن نمرت واحد كل المجد كل المديح كل الكرامة التي تأخذها من الناس هي زائفة زائفة ولو مدحت نفسك كله باطل بطيل كله باطل أيه يعني ايه اللي اتمدحنا طيب اتمدحنا ايه خدت ايه استفدت ايه تخنت شوية كبرت شوية ولا حاجة لا تخنت ولا كبرت ولا 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 الدنيا فتحت معاك ولو بص الكتاب قال لا خفي إلا ويعلن جول على نفسك اللي تقوله واعمل اللي تعمله فترة بسيطة هاي الكلام ده ممكن حد يصدقه لكن شوية هيتكشف ويتعرف يتكشف ويتعرف ايه لا خفي إلا ويعلم ودي كرامة زائفة ليعرف أولاد الله أن كل مديح وكل كرامة على الأرض لا تسوي شيء جالوا عليك لكن للأسف الشديد وربما الذين يمدحونك لا يعرفون إلا الظاهر بتاعك لا يعرفوش حقيقة أفكارك ولا اللي مخبيه جواك ولا أحسيسك الداخلية ولا خطاياك الخفية ولا ثقاطاتك الغير مرئية مش ممكن كتير يوه ده إحنا لو كل واحد فينا شريط حياته اتكشف يا رب تسرنا يا رب ما تحطناش في الوضع جال تكشف الأعمال وتفحص الأفكار عارفين يعني إيه يعني شريط فيديو بأفكارنا وأعمالنا وتصرفتنا يزاع جدام كل الخليقة ينهى ربيض ايه ده اوعى يا رب يا رب ما تحطنيش في الوضع ده ولا أنا ولا اللي بيسمعوني كلهم في الكنيسة وبطل الكنيسة ده إيه ده رعب ده إحنا الواحد فينا لما يعمل حاجة غلط وتتكشف الأعيال ويبه مش عارف يودي وشه فين مش دي الأعيالك لكل الناس اللي بيظنوا إن أنا قديس لما يعرفوا البلاوي اللي في دماغي وأحتيتي وسقطاتي وخطيايا والبق ايه ده يا رب ما تحطنيش في هذا الموقف ولا أنا ولا غيري فاخد بالك كل المديح وكل الكرامة وكل المديح إنها مشاعر كاذبة وأحتيس كاذبة ومجد زائف ولا خافي إلا ويعلن نملكة اتنين مديح الناس لن يوصلك إلى ملكوت الله وده المهم مفروض أولاد الله واخدين بالهم إنهم رايحين فين رايحين السماء ماشيين في الطريق الديق وهيدخلوا من الباب الديق عشان يروحوا السماء المديح لو الدنيا كلها مدحك وربنا ما مدحكش هتروح فين هتروح فين هتقول ايه مديح الناس لن يوصلك إلى الأبدية الكرامة الذاتية والأنا بتاعتك هتبعائق ليك إنك ما تخشش السماء بكلام الناس هتقول له يا ربي اسأل فلان واسأل فلان سيدنا البابا الشنودة ربنا ينايح نفسه في كتاب حدث تلك الليلة والخادم يعيني في كتاب انطلاق الروح وحدث في تلك الليلة الخادم اللي حلم إنه راح السماء وعايز يدخل الملك منعه ليه؟ زميل الخدامة هم طب اسأل ده أنا كنت أمين خدمة ده أنا كنت بعمل ايه؟ ده أنا كنت بعمل ايه؟ دولت على كرامتك الشخصية والولد المشاكس طردته والخدمة الفلانية مردتش تروحها والحتة الفلانية مردتش تسيبها للخادم التاني عشان تعمل صف تاني طلع نفسه طب اديني فرصة اديني فرصة صحي لجي نفسه لسه عايش ويجدد مثل النصر الشبابك ارجع تاني لألا تذهب الى الابدية بناء على مديح الناس وتلاقي الطريق بتاعها غلط والباب مزدود بتاع الابدية كل الناس بيقولوا عليها ان انا كويس لكن المسيح بيقول عليها ان انا كويس هو ده السؤال اصلا اللي بيحبوا ربنا بيحب بخلقه فيه مش كل اللي بيحبوا ربنا ما ياما ممثلين حلوين جوي ولعيبة دوليين وناس بتوع اكروبات والناس بتحبهم ويبا هم ممشيين حتى معرفوش حاجة عن المسيح ايه دول هيروحوا السماء سؤال ده سؤال ياما ناس بترضي الناس وتعمل والناس يقولوا عليهم وايه ويقولوا ويقولوا والنتيجة ايه احنا ولاد المسيح الهنا احنا ولاد السماء لا تخف ايوها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر لأن يعطيكم الملكوت رسل ملك المعدليكم منذ انشاء العالم هو ده اللي احنا بندور عليه الميرات ده له نقاط وله طريق وله باب عشان نمشي فيه ونتمتع به فأبونا السماوي فحص القلوب والكلة هو عارف الخبايا والأسرار وهو الذي يحكم علينا من خلال داخلنا لا من خلال كلام الناس مهم جدا الناس يحكموا حسب الظاهر للأعمال بتاعت الناس لكن بتاعت الجلب والمشاعر والأحاسيس والأعمال حتى لو لي عمل حلو جدام الناس ولكن كل فضيلة تخلو من المحبة ليست فضيلة على الإطلاق يا ترى أنا بصلي أنا أنا بصلي صلاة بحب أنا بتناول بحب أنا بعطي بحب أنا بشتغل بحب أنا بساعد الناس بحب أنا باحتمل الأخرين بحب أنا بصبر بحب أو لا لا لو ما بتحبش طبعا الفرليسي واجف في الصلي والأنا بتاعته قتلاه الكرامة بتاعته قتلاه أنا وأنا 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 والتاني واجف وراء من بعيد وجل له ارحمني يا رب أنا الخاطئ فخرج العشار مبررا دون ذاك يا رب ما دا الناس بيقولوا عليه وده وده وبيعمل وبيعمل لا ماذا عندي ربنا مسيحنا بيحب الإنسان البسيط المتضع اللي بيخفي نفسه لكي يظهر المسيح في حياته لكي يأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيها لما نقول للستات يا ستات يا أمامير يا حلوين لما تجوا الكنيسة في التناول وحطوا أشربة على رأسكم دا مش تحكم ولا شغلة صعيدة الإنجيل جال وبولوس الرسول جال النتاج المرأة في شعرها طيب مجد المرأة في شعرها طيب أنا داخل أخذ مجد النفسي ولا بدور على مجد المسيح يبقى أخف المجد بتاعي ليظهر مجد المسيح مش تحكم ولا تخلف ولا بولوس الرسول كان متخلف لا دا دا إحساس داخلي إن الست داخلها تخفي جمالها وتخفي كرامتها وتخفي البجد بتاعها علشان يظهر مجد المسيح دا مش خطيئة ومش غلط ومش تحكم وما هياش ثقة على الرأس دا بيعملوها يا حاجة خفيفة وعليها رسومات جميلة وعليها ورد حلو وعليها وعليها ونلبس نبه لنا صورة صورة حقيقية لا بنات الله قدام الله مش تحكم من أبونا ولا من سيدنا ولا شغلة صعيدة بتاع أم بابيمن لا لا بصدق كده بصدق كده أخبه كل الكرامة اللي فين كل المجد كل اللي حطاه فوداني واللي حطاه مش عارب فين واللي كل مستخبي ليظهر مجد المسيح إلهنا في حياتنا مش كرامة شخصية هو أنا داخل الكنيسة أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك مديح الناس لن يوصلك إلى ملكوت السماوات وجميل جدا أن مسيحنا يقول اجلس وحسب النفقة اجلس وحسب النفقة قل لنفسك أنا ماشي في الطريق لكن الطريق اللي أنا ماشي فيه ده يوديني فين لو ما جعدتش حسبت النفقة تبغلطان أحد الأباء القديسين جال اليوم الذي لا تجلس فيه مع نفسك لا تحسبه من ثنية حياتك خالص وأنا رايح فين وجاي منين أنا ماشي صح ولا غلط أنا أوعى كرمتك تنجح عليك وتقول لي اي 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 احسن من كده لا لعذر البلاية اللي مرمي والكلاب بتلحظ كروحه أفضل من الغني اللي مات ودفن بعد جنازة كبيرة وده مات وحملته الملايكة ويتمتع في حذن إبراهيم وإسحاق ويعقوب خد بالك خد بالك من نفسك وهو عى تكون بارلن في عيني نفسك وهو عى تنظر إلى الآخرين الذين هم أقل منك وخد بالك من منكم قائم من يظن أنه قائم فلينظر ألا يسقط اجلس وحسب النفقة خد بالك لأن الخطيئة تركت كثيرين جرحا وكل قتلها أقوياء خدوا بالكم الخطيئة مش خطيئة الزنا لا الخطيئة اللي تعوق دخولك للأبدية الخطيئة اللي هي تعالب صغيرة تفسد الكروم الكبيرة خطيئة حقد جواك ولا خطيئة حسد ولا خطيئة كراهية ولا خطيئة إنكار إيمان ولا خطيئة جحود بالوالدين ولا خطيئة كلها خطايا تركت كثيرين كل قتلاها أقوياء انظر لألا تكون قائم لألا تسقط إحنا مسيحنا علمنا وجال انظروا إلى نهاية سيرته دور على سيرتك سيرتك الحلوة سيرتك الحقيقية علشان توصل للأبدية اوعى تكون حكيما في عيني نفسك أولاد الله دايما متضعين وعارفين اللي تضع هو ايه تضع هو ايه التنازل من فوق لتحت لا هو واحد بس الاتنازل واحد بس هو مسيحنا القدوم أخلى ذاته ترك العرش السماوي شبهنا في كل شيء ما خلل خطيئة وحدها أما لدي لما بقى يعني اتواضع بقى ايه أنا أعرف حقيقة نفسي فقط اعرف حقيقة نفسك انك تراب ورمان اعرف حقيقة نفسك انك مولود بالخطية اعرف حقيقة نفسك انك ضعيف انت كوي كلنا أكوياء بالمسيح إلهنا لكن اوعى تفتكر ان ده طواء ده مسيحنا من لطفه ومن اتضاعه من يعرف حقيقة نفسه اداله نفس الصفة بتاعته لما هو يقول أنا هو نور العالم ويرجع يقول ايه انتم نور العالم هو هو محبته لنا عظيمة تواضعوا تحت يضا الله القوية يرفعكم في زمن الافتقاد أنزل الأعزاء من على الكراسي ورفع المتضعين تواضع الكرامة الشخصية ضد التواضع على طول الكرامة اللي فيها وفيها وفيها واللي اتكلمنا عنها دايما تقول لنفسك أنا في الموازين لفوق لما حد حتى يمدحك جولها جواك واعطي المجد لله عندما يمدحك الآخرين فاكرين هيروديس وهو جاعد على كرس المملكة وهو شايف وجاله هذا صوت إله لا صوت الإنسان ضربوا ملاكي اللب في الحال لأنه لم يعطي المجد لله ما يدي المجد لله ادي المديح والكرامة ربنا أنا مين أنا دابوليس الرسول قال أنا من أنا بل نعمة الله التي في قال أنا الذي مثل الصقط خدوا بالكم الصقط لما واحدة صقت قبل ما تكمل الجنين دابوليس الرسول يختطف للسماء التالتة ورأى ما لم ترها عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلبه بشر كان ينكر نفسه وكل شوية أقول أنا الذي اضطت كنيسة الله أنا خاطئ أنا في الموازين اللي فوق أنا ايه ده ايه عم انت يا بوليس الرسول يقول أنا لا أبحث عن كرامة شخصية لي أنا ببحث عن مجد المسيح في حياتي اوعوا يا أحبائي كرامتنا وذاتنا قال من ينكر ذاته من ينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني هو ده التلميذ غير كده ما ينفعش يبقى لي يا تلميذ ده مسيحنا اللي قال لنا كده وده مسيحنا مش أنكر ذاته ده 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 يعني كفاية كلام أشعي النبي في النبوة سر للآب بأن يسحكوا بالحزن سحق عارفين سحق يعني شفتوا العصارة بتاعت الجصب لما بنسحق عود الجصب عشان نصف فيه أها مسيحنا تسحق عشان خاطرنا عشان خاطرنا اللي قال من منكم يبكتنا على الخطيئة حصل فيه كده أما لحنا نعمل ايه المفروض نسحق استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات انسى نفسك انكر نفسك واتبع مسيحك بصومك وصلواتك وصنع الفضيلة لمجد الله في حياتك لا تمدح نفسك على أي فضيلة انت وصلت لها وتذكر أن الأباء وصلوا إلى درجات عليا أباءنا الجسديين وأباءنا الروحيين وإحنا في الموازين إلى فوق اعرف المعنى الحقيقي للمتكأ الأخير المتكأ الأخير مش اللي جاعدين فخر صف لا المتكأ الأخير إنك جاعد فحتى في أول صف لكن إحساسك أني غير مستحق لهذا المكان مش المكان هو المتكأ الأخير المهم مشاعرك وأحاتيتك هي اللي تقول وكل من يتضع ربنا بيرفعه يتضع من جواه ربنا بيرفعه اوعى المجد الباطل يضحك عليك واحد من الأباء قال للقديس أنبتي ميساوس من أبائي رهبانة قال له يا أبي أرى أن فكري دائما فالله حاجة حلوة الراجل شايف فكره فالله قال له الأفضل لك يا ابني أن ترى نفسك تحت كل الخليقة إن كان ربنا محوط عليك وبعد فكر الشرليلة عنك ده مش فضل منك ولا فضل جهادك ده لو غمض عينك لحظة عينه لحظة عنك ما تقدرش تجى فابدا فكل كرامة داخلية جواك أو كل مجد داخلي اديه لصاحبه اديه لربنا وآخر حاجة هتكلم فيها ويا رب ما تتخنجوش معايا إن أردت الهروب من محبة المديح اهرب من محبة المعجزات واللؤة وتباعياتها اهرب مما يغيب العقل يا سلام لما تقعد مع واحد يقول لك استنى من رجل جيس عمل معايا وعمل معايا وعمل معايا حلو ممكن من رجل جيس يكون عمل كده ومرمورجس عمل معاك والعذر عمل وأبو سفين عمل لكن عملوا ما ياما عمل مسيحنا القدوس وشفى وفت عيون عميان وأقام موتى وهتفوا ضده وهم اللي راحوا اشتكو هو يعني كن فيه معجزة تحصل هو الراجل الأعمى مش هو ذي راح بلغ عن المسيح هو اللي فتع عيني ياه الله يا راجل عيب عليك ده أنت يعني ده أنت كنت أعمى ومرمي عمل معا المعجزة وراح بلغ عنه اليهود وصاحب اليد اليابسة لما شفاه هو اللي هتف وجال أصلوبه أصلوبه دمه علينا وعلى أولادنا ايه وإيدك اللي كانت ناشفة مش المسيح شفاه ليس كل من يحدث معه معجزة شهادة حية على برله وعلى كرمته ودايما يقولون لنا داري على شمعتك تنور نقعد نحكي ونرغي وصل عدرة ظهرتلي وأبو سافين جال لي ومرمورجس مش عارف عمل مرمورجس متالي بيوبا لكن على جنب كده بيتفرج علينا ايه ده ايه اللي احنا بنعمله ده والواحد يحس انه بالنشوة والكرامة ويقعد عايز يكتب وينزل في الكتب انا عارف ان انا هطلع من هنا ربنا يسرها الكتب بتاعة المعجزات 99% منها للتجارة اقولها تاني ولا كفاية كده 99% منها للتجارة وللفلوس واحنا اعباط لا اعباط اعباط اشتري ويقرأ الانجيل بطلنا نقرأ وسير القديسين بطلنا نقرأ بنقرأ معجزات بس عشان نحكي وصلنا حصل وفتحت الجزء الكام وقيت الجزء الكام وفلان جال لي وفلان عدلي وياه واشي وحلمت بالليل وفلان حكالي وفلان حكيتلي ايه اللي انت بتعمله ده ويه اللي انت بتعملي ده ما كانش مسيحنا يقول له كل واحد يعمل معا المعجزة ما تظهرنيش وما تقولش عايز يقول له عيش بالبركة انا عملت معاك عمل عظيم عيش بي خلاص ابكن لكن من اجل الكرامة والمديح مديح واننا يعني القديسين بيتعاملوا معايا يعني انا مش مش راجل ماشي على الارل كلام صعب وانا بعمل مؤتمرات عندي في الابرشية مخصوص عشان الغيبيات دي وتغييب العقل ده احنا بنجاهد في كورونسس الثانية قال ان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور وحد من الاباء القديسين قال له انا جبرايل الملاك قد ارسلني رب اليك قال له انا انسان خاطئ لعله ارسلك الى احد غيري فانحلى مثل الدخان جدامه ويا ما قصص لأباءنا القديسين انا من انا انا مين انا طراب ورماد انا لا استحق دي عطايا سماوية احسنات الرب جديدة في كل صباح لا قاعد تدي استحقها ولا المذبح اللي ورايا ده اقترب منه هي عطية سماوية اصحى يا عمي اللي بتحصل معاك معجزة ولا تشوف رؤية ايه؟ هو انت بجيت يوسف الصديق بتفسر الرؤى والاحلام خلاص بيجيت القداسة عندك للدرجات دي فربنا بيبعثلك بالرؤى والاحلام خلاص الانجيل مش مكفي وأباء الاعتراف وأسرار الكنيسة مش مكفية فالحلمة بيجيلك ولا بيجيلك ولا الرؤية ايه ده؟ تاني كورونسوس التانية ان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور ملاك نور وبعدين وبعدين أباءنا القديسين يساعدونا في حاجة واحدة بس أبديتنا ساعدونا في الأبدية وطلوبوا أولاً وهذا كله يزاد ليكم بعد كده يدولنا لكله لكننا نشغلهم في نجح الوادي دخل البيت صيدلة دعي البيت بعث لها عريس دعي الوادي ينجح في السفرية شغل زبالة زبالة نشغل القديسين في الزبالة على الأرض لا تشغلهم في شيء متين تشغلهم ويجوموا الميت اللي جواك واللي جواكي نتيج الخطأ والخطيئة اللي بنجع فيها استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات يضيء لك المسيح ولما تعمل خير اوعى تستوفي خيراتك على الأرض اعملوا وهو مداري لا تطلب مجد الناس ولا مديح الناس ولا كرامة من الناس وبكده نقدر نتبح السعلب ده السعلب الكرامة ده أول ما يجلب ناحيتنا يقول لا يتكهرب يطلع يجلي خدوا بالكم السعلب لقيمة ومكارة تعمل نفسها أنها ماتت والسوري يعني في التعبير تطلع ريحة وحشة يعني جاء لهو عفل خلاص ومات وأول ما يلاقيه غفلت طيران يرجع للي هو كان بيعمله أيها يعني مش تقول لأنا خلاص أنا موات السعلب بتاع الكرامة جوا مني هو هيزيبني ويمشي لا طالما الحياة موجودة فسعلب الكرامة موجود بس بيفسد الكروم العظيمة يا أحبائي نريد أن نذهب للسماء نتمتع بالسماء هنا على الأرض من خلال حياتنا مع الله جوا كنيسة مقدسة ونعيش الحياة الحقيقية المسيحية ونحن ماشيون في الطريق بعد عمر طويل لغاية من روحة الأبدية الله قادر أن يبارك هذه الكلمات وبركة اسمه الكدوس الذي دعي علينا وبركة أمنا الطهرة من نور مريم وبركة القديس العظيم مير ماركوس الإنجيلي وبركة صلوات أبينا ورعينا صاحب الغبطة والقداسة البابا أنبطة ودروس الثاني لإلهنا كل مجد وكرامة وعزة وسجود لكنيسة المقدسة من الآن والأبد أمين